طيب اسمحنا نزل محمد ننتقل للخبر اللي معنا بعد كده مشاهدين الخبر اللي معنا بعد كده رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية والاجراءات المتعلقة بحكم التنفيذة أكد رئيس الوزراء على أن الهدف من تنفيذ منظومة التغذية المدرسية هو إتاحة وجبات تضم مكونات تتوافر بها العديد من العناصر الغذائية المتكملة التي أحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعلمية المختلفة بدءا من مرحلة رياض الأطفال وصورة المرحلة الثانوية طبقا للمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية سواء لطلاب التعليم العام أو الأزهري وذلك تنفيذها لتوجهات الرئيس عبدالفتاح سيسر رئيس الجمهورية في هذا الصدر حيث محمد طبعا زمان في السابق كنا نسمع عن الوجبة اللي هي العادية اللي زي مع حياتك عارف ولكن دلوقتي بقت محددة وموجهة أن هي كمان مش مجرد بس تكون وجبة بتوزع فيها المدارس ولكن كمان دي يعني زي ما الخبر بيقول بيمكن فيها مكونات يعني تتوافر فيها عناصر غذائية مهمة ده برضو شيء يحترم يعني فحابين حياتك شوف الدولة بتنفق مليارات الجنيهات على هذه الوجبة المدارسية مضبوط وحتى الآن لم نستطع ضبط هذه الوجبة بشكل كافي وإحنا شفنا يمكن خلال الأسابيع الماضية بعض الحالات الأطفال اشتكوا أو التلاميذ اشتكوا من يعني عدم صلاحية هذه الوجبة في بعض المدارس والحادثة متكرحة على مدى السنوات الماضية لذلك يمكن أنا كتابت أكثر من مرة بدعوا إلى فكرة تسهيل هذه الوجبة إلى أموال بمعنى تعرف احنا أنا لأني بنتمي إلى قرية وعارف الاحتياجات المادية للقرى وعندنا كمان عمليات التصرب من التعليم ودي برضو معدلاتها مش مش قليلة لو احنا حولنا الوجبة المدارسية دي يا أستاذ يوسف إلى مقابل مادي يوصل مثلا في الشهر بقى بالنسبة للولد الواحد 150 جنيه 200 جنيه 300 جنيه قد ما يوصل يعني ويتم منح هذا المبلغ لوالد أو ولي أمر التلميذ في نهاية كل شهر على أن لا يغيب التلميذ عن المدارسة مثلا أبسل من يوم مساء في الشهر أو لا يغيب إطلاق أعظم أن هذا يعمل حاجتي يعمل حاجتي مهمين جدا يساعد في عدم تصرب من التعليم والحاجة الثانية أنه سوف يساعد مديا هؤلاء التلميذ حيث في المناطق الشعبية وفي ماضي القرى تتكلم عن 4700 قرية في نصر تتكلم على 30 ألف تابع للعزف والنجوع تتكلم على كثير من المناطق الشعبية أعتقد أنه الأب اللي عنده ابن أو اثنين أو ثلاثة في الثراثة المبلغ ده في النهاية من الممكن أن يساعد حتى في شراء الكلاريت والكشفيل والأقلام وطبعا مشكلة الكتاب الخارجي أعتقد أنه ممكن يساهم أيضا في إصلاح العمليات التعليمية وزيادة رغبة الآباء والأمهات والتلميذ أنفسهم في الإخبار على الضراثة لكن اللي بتتكلم عنه رئيس الوضراء ده كلام مهم جدا إذا استطعنا ضبط هذه الواجبة أعتقد أنه شيء مهم جدا نحن خلي بالك أنه من الكليات العسكرية لما الشباب يروحوا اكتشفنا وجود بعض الملاحظات زي وجود قصر القامة وجود فقر الدم عند بعض الشرائح في المجتمع فالواجمة الغزالية من الممكن لو تم ضبط إقاحها أنها تساهم لكن أنا شخصيا بشكل شخصي أكثر ميلا إلى فكرة تسهيلها إلى مقابل مادي ومنحوا لي أهالي الطلاب والتلميذ وأعتقد أنه ده زي ما قلت هيعمل حاكتين يعمل نوع من الدعم المادي لهذه الأسر وأيضا يمنع التسرم من التعليمنا من الأطفل في المناطق اللي تكلمت عنها في القرى وفي المناطق الشعبية يكون حريصا أنه هو بنفسي على أن يذهب بابني إلى المدرسة لكي يحصل في نهاية الشهر على هذا المقابل المادي مضبوط فعلا كلام حياتك طبعا يعني جهد كبير بتقوم به الدولة طبعا فيعني يا رب مزيد من هذه الجهود يا رب فترة مقبلة إن شاء الله